المباراة الثانية النهاردة كانت ايه؟ تكلم عنها؟ انا مش عارف هو هيجيب الجيش والجونة اه طرع الجيش والجونة يا شباب معنا؟ الجيش والجونة في المباراة تعادل 0-0 تقريبا حالة الفرقيتين قبل المباراة كانت تقريبا حالة واحدة يعني متشابهة دي من الفرص اللي علي حمدي شطها كويس جدا انما صبح سليمان كان واقف رغم العدد الكبير اللي قدامه انما قدر يتصدى ليها بشكل كويس دي من القرات بقى اللي اوقف هنا بقى لا اوقف 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 ارجع تاني بقى عندي الفدد ارجع تاني هنا احمد سبيل بص الكورة من مسافة كبيرة جدا لازم انا تقديري كحرس مرمى صبح سليمان من الحراص الجيدين اللي عاملين شغل كويس جدا مع الجونة الموسم ده ما نفعش بقى انا طالع لوحدي في التكف ده وفي الارتقاء ده وفي الاخر يبقى القرار خاطئ ولكورة لو فيها افساية ولا فيها التحمية ماشي الكورة بقى ماشي الكورة ماشي الكورة بص ايوا ايوا بص هنا لازم اطلع هنا في قوة بص انطلع براحته ورجله على الارض ما فيش تكف ما طلعش براحته يعني كل ده الطايمينج بتاع التكف اللي حصل من على الارض مش مزبوط تقديري له الكورة مش مزبوطة لو الكورة دي بقى في الجون بقيت ايه بقيت هدف يبقى انت يا صبحي يعني شغال بشكل كويس واحنا بنتكلم عليك بشكل كويس ما نفعش في كورة زي دي تبقى انت سبب خسارة فرقتك ثلاث نقاط مهمة وانت ماشي معاهم بشكل جيد طبعا دي بنقول له خلي بالك يا صبحي لان دي خبرات ان الكورة مفاش شلاح مفاش اي حاجة لازم تخلي بالك منها بشكل كويس افضل من كده هات اللقطة اللي بعدها طبعا دي جبريل هنا كورة بتاعت القائم هنا يعني كانت مقرات صعبة وهنا اي من مكة انا برضو مش فهمه يعني بص هنا اي من مكة بعدا من كورة جات في القائم راح يلعب كورة ألعب هنا برجل اليمين ولا برجل الشمال يا كريم انهي الاقرب ليه هنا انهي اقرب عشان هحط رجل لكورة رجل الشمال لازم اشغل على الشمال اللي خلينا هحط رجل اليمين عشان بانا والكورة برا العرضة واغبط في العرضة اللي من برا كورة جون لو حطيت رجلك الشمال كانت تكلفت نادي الجيش هدف من جبريل اللي لقى بكورة بصراحة كويسة جدا انما للأسف اي من مكة مقدرش يفنش بشكل ايجابي هوريك لقطة هوريك لقطة وعايزك تاخد بالك منها بص كريم طريق هنا مع احمد الشيخ اوقف بقى اوقف 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 لا ارجع ارجع في اللفاتة دي ايوا ارجع لحد لحد احمد الشيخ ارجع ايوا ماشي اللعبة تمام بص احمد الشيخ اوقف ايوا ماشي كورة بقى عندي يسر وحيد ايوا في الهدوء خلي بالك لسه للموضوع مسخنش عشان ايه الرجل على زمة نادي ومعارم النادي يعني هو على زمة نادي تلايا الجيش ومعارم النادي الترسنة يعني هو يعني لسه بنية البيع يعني هو معارم بنية البيع بلسه اجراءات بيع وما تمتش انما الخناء القادمة وفتكر这个لم ده كويس بين النادي الزمالك والنادي الاهلي على يسر وحيد هي ده الخناء القادمة ده ان تقريبا يسر وحيد النهاردة بيمثل فوق الـ 50-60% من القوة الضربة لخط هجوم نادي طلاقع الجيش. طبعا لاقي بالكورة هنا يعتبر انفراد كامل لأحمد الشيخ اللي حطها بغرابة شديدة جدا بصراحة كانت لازم هنا تسكن الشباكة ويكون في المرمى بشكل كبير جدا انما تيجي جنب القائم. هات الحالة اللي بعدها برضو هنا هتلاقي برضو أحمد الشيخ بطل هذه اللقطة. برضو نفس الكلامة هو كريم طارق أحمد الشيخ ده انفراد انت عايز منه ايه? يعني كرة زي دي انت عايز منه ايه? فهنا أحمد الشيخ خصر كابتن عبد الحميد بسيوني ونادي طلاقع الجيش سلط نقاط مهمة جدا في مرسل الدولي. رغم ان انا شايف يعني التعادل هم الفرقتين راضين بيه. قال فرصة دي فرصة هدف محقق ودي اعتبر الفرصة التانية لأحمد الشيخ انما الفرقتين قبل ما يبدأوا المباراة كان عندهم 29 نقطة النهاردة الاتنين عندهم 30 نقطة الاتنين جايين من تعادل الجونة كان بيلعب الداخلية تعادل 0-0 الجيش كان بيلعب الاسماعيل تعادل 1-1 الاتنين نفسهم هادي قاعدين في حتة كويسة في ترتيب جدول الدوري فنفسهم هادي بشكل كبير جدا